يبقى الغموض القاسم المشترك لدى المتابعين للشأن السوري حول تفاهمات واتفاقات تحاك سرا بشأن شمال وشرق سوريا تراعي مصالح خاصة لأطراف دولية دون الأخذ بالحسبان مصلحة الشعب السوري لكن بالمقابل كثر الحديث مؤخرا حول عزم دول أوروبية عدة بينها ألمانيا نشر قوات دولية لحفظ السلام في شمال شرقي سوريا بغية إقامة منطقة أمنية برعاية أممية أشبه ما تكون بالتي أنشئت في شمال العراق عقب حرب الخليج الثانية لحماية مكونات شمال وشرق سوريا من إبادة عرقية يحذر منها الكثيرون على يد العدو التركي والفصائل الإرهابية التابعة لها وفي هذا السياق أعلنت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية ماتينة فيتس للصحفيين أن المستشار الألماني أنجيلا ميركل ستستقبل في برلين وزير الخارجي الأمريكي مايكي بومبيو الجمعة المقبلة كما أكدت أنه من المقرر أن يلتقي بومبيو هناك نظيره الألماني هيكوماس وكذلك وزيري المالية أولافا شولتس والدفاع عن جريت كرامب كارن باور وفيما يخص تصريحات رئيس النظام السوري بشار الأسد بشأن رفضه للمنطقة الأمنية الدولية قللت المتحدث الألمانية من شأن هذه التصريحات وقالت أن تصريحات الأسد لا تغير أي شيء من موقف الحكومة الألمانية الثابت بشأن أمن واستقرار المنطقة ويرى مراقبون أن مبادرة كرامب كارن باور لنشر قوات دولية لحفظ السلام في شمال شرقي سوريا قد تكون الحل الأنسى في المنطقة بغية حماية قسد شركاء التحالف الدولي بمحاربة الإرهاب من العدوان التركي والتفرغ لملف الدواعش الذي يقضي مطجع الغرب خاصة والعالم بشكل عام